الرئيس السيسي وده بتعزيز جهود تطبير قطاع الطيران المدني ويتطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الحالية الحكومة تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1 حتى العاشر من يناير الجاري استنف حركة الطيران الداخلية في الولايات المتحدة والبيت الأبيض يستبعد حدوث هجوم إلكتروني السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت برينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي للإطلاع على خطة الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلاكوها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة مما يوفر فرصاً ضخمة في مجال الحركة الجوية وطيران المدني وكذلك السياحة وقد عرض السيد وزير الطيران المدني في هذا السياق خطط الأنشطة المستقبلية للوزارة فضلاً عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيرين والأطقم الجوية على أعلى مستوى موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل وتطوير المستمر وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنشاء خط ساخن لتلقي أي شكاوى ضد من يتعسف في استخدام سلطة الضبطية القضائية وخلال اجتماع لرئيس الوزراء استعرض ضوابط حوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين على قطعات الاستثمار والأعمال وأشار مدبولي إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين يأتي ذلك لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنط من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار كما تم استعراض إحصائية تدمنت إجمالية قرارات منح صفة الضبطية القضائية عن الفترة من الأول من يناير من عام 2020 وحتى الثلاثين من نوبمبر من عام 2022 بالإضافة إلى إجمالية القرارات الملغى والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة فضلا عن إجمالية عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات سوق الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية لسيما مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البرصة المصرية رامي الدكاني وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود التطوير وتنمية جميع الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددا على أهمية تنصيق وتكامل الخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري وأشار مدبولي إلى العمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيدا على استمرار التعاون والتنصيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن الإسرائي في إجراءات الإفراج الجمهورية عن مختلف السلع والبضائع بالمواني المصرية وذلك سعيا لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية جاء ذلك خلال استعراض مدبولي لتقرير مفصل حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالمواني المصرية وأفاد التقرير بأن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيراضية خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري وصلت تقيمتها إلى أكثر من مليار والنصف المليار دولار وتنى شهر ديسمبر قد شهد الإفراج عن بضائع بنحو سبعة مليارات دولار وذلك تصل قيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ الأول من ديسمبر وحتى الآن لنحو ثمانية مليارات ونصف مليار دولار عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في مستهل هذا الاجتماع أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن مشيرا إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع المرافق الحيوية بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ والحفاظ على السلامة العامة تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي وفي مقدمتها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إدابية كبيرة في هذا الإطار استمرار للجهود الأمنية للتصدي للجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة عددا من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بنطاق عدد من المحافظات وأصفرت هذه الحملة عن ضبط 36 عنصورا إجراميا وبحوزتهم مبالغ مالية بما يعادل قرابة مليوني دولار أمريكي ونحو 301 ألف يورو أوروبي ونحو 307 ألف ريال سعودي وعملات أخرى متنوعة حيث بلغ إجمال المبالغ المالية المضبوطة ما يعادل نحو 84 مليون جنيه كما نجحت الأجهزة الأمنية وفي الإطار ذاته في ضبط 44 قاضية إتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بإجمال ما يقارب 11 مليون جنيه وما يعادل 15 مليون جنيه عملات أجنبية متنوعة كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بأسيوت تخصص عناصره في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع بالمخالفة للقانون وبحوزات أكثر من 13 مليون جنيه وسبائك ذهبية تازل نحو 3 كيلو جرامات ونصف الكيلو جرام وفي مجال قضايا غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقيام عناصره بغسل 100 مليون جنيه عصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال التنقيب عن البترول مقابل أرباح شهرية امتنوا عن سدادها ورفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها انتركوا قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية بتلك الأموال وشراء عقارات وسيارات وإدعى جزء من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كينات مشروع خلافا للحقيقة كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلت نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات وإدعى جزء من تلك المبالغ بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كينات مشروعة خلافا للحقيقة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يستهدف عناصره المواطنين رغيب اقتراض مبالغ مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي ومنحهم تلك القروض بموجة تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها خارج البلاد وعقب تحميلها على هواتف المقتردين يتم سحب بياناتهم الشخصية واستغلالها في تهديدهم لإجبارهم على السداد وقد تم استخدام التقنيات الحديثة في التتبع ورصد الدقيق لخطوط سير عناصر التشكيل الذين يقومون باستئجار مقرات مؤقتة في أماكن مختلفة ليصعب رصدهم إلى أن تمكنت من ضبطهم وتم ضبط مبالغ مالية بحوزاتهم وأجهزة تمرير اتصالات دولية وتسعين جهاز حسب آلي ومئة هاتف محمول وخمسين جهاز تابلت وبطاقات ائتمانية وخطوط محمول وكذا تم ضبط سلاس سيارات تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 537 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 338 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 90 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 219 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 3 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمن تحديد تسليح وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 341 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا تموينيا متعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 125 طن يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة الصعودية أرياض للمشاركة في اجتماع لجنة المتبعة والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية والمقرر عقده غدا الخامسة أوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن الانعقاد الدوري للجنة التشاور السياسي المصري السعودية يعكس حرص الجانبين المصري والسعودي على التنصيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الأقليمية والدولية مشيرة إلى أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع اللجنة التي تم إنشاؤها بمود بمذكرة التفاهم الموقع بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007 أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكي إلغاء تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي أعلن في وقت سابق اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد بعد مصدره وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكي قد أمرت بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جرانيتش لإصلاح عطل ترأى على أنظمتها والتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان هذا قد وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في أسباب العطل الفني في إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وأعلن البيت الأبيض أن بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادية ولا دليل على أن السبب هو هجوم إلكتروني كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد طلبت من شركات الطيران وقف كل رحلة الصفر الداخلية حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية نفأ رئيس الأمريكي جو بايدن معرفته بمضمون الوفائق السرية التي وجدت في مكتبه وتعود للفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب رئيس في عهد باراك أوباما من جهته أعلن وزير العدل الأمريكي أنه قد أمر بمراجعة الوثائق الولايات المتحدة على موعد مع فصل جديد من قصة الوثائق السرية في المكاتب والبطل هذه المرة هو الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث تفيد المعلومات بأنه تم العثور على وثائق سرية في أحد المكاتب التي كان بايدن يشغلها إبنى تبوئه منصب نائب الرئيس باراك أوباما بايدن الذي لم يتخل عن هذه الوثائق بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة فعل ذلك أعلن أنه لا علم له بمحتوى الوثائق السرية التي عثر عليها في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل فيه وعلى هامش قمة أمريكية كندية مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن إن محاميه سيتعاونون بالكامل خلال فحص هذه الوثائق معاربا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه قريبا عندما عملت لمدة أربع سنوات بعد أن أصبحت نائبا للرئيس كنت أستاذا في جامعة بنسلفانيا وجدوا بعض المستندات في صندوق في خزانة مقفلة وبمجرد أن فعلوا ذلك أدركوا أن هناك العديد من المستندات السرية الموجودة في هذا المربع وقد فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله اتصلوا على الفور بالمحفوظات وسلموها وقد تم إعلامي بهذا الاكتشاف لكنني لا أعرف ما هو موجود في المستندات ومع إعلان وزير العد الأمريكي ميريك جارلاند أنه أمر بمراجعة الوثائق تساءل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتعامل مع بايدن كما تعامل معه وهذا ما يؤكد أن القضية تشكل مادة مهمة للجمهوريين في ظل رئاسة كيفين مكارثي لمجلس النواب وإجماع المراقبين على أن معركة انتخابات 2024 بدأت من الآن نقلت تقارير إعلامية محلية في أفغانستان أن انفجارا مدويا وقع بالقرب من وزارة الخارجية في العاصمة كابل وقال مصدر أفغاني إن الحادثة أصفر على المقتل عشرين شخصا وإصابة عشرات أخرين جراء تفجير انتحري استهدف موظفين يعملون بوزارة الخارجية الأفغانية في وسط كابل قال رئيس الكوري الجنوبي يونسونجيول إن التكثيف كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية وتزايد طموحاتها النووية وأعمالها الاستفزازية على حد وصفه يمثل تهديدا خطيرا قد يؤدي لسوء تقدير وصراع أوسع نطاقا وقد شدد الزعيم الكوري الجنوبي على ضرورة إحراز تعاون أمني أوثق مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة ما قال إنه وضع خطير خلقته كوريا الشمالية وقد قلل سوكيول من احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع بيونج يونج مضيفا أن الاستفزازات غير المشروعة قد تؤدي إلى تعزيز قدرات سول واستجابتها الأمنية وكذلك إلى زيادة توثيق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان هددت الصين بمهجمة تايوان مرة أخرى وقالت إن السياسيين الأجانب الذين يتعاملون مع الجزيرة يلعبون بالنار بحسب وصفها فيما توقع مركز أبحاث أمريكي فشل أي هجوم صيني محتمل على تايوان في حال قررت الولايات المتحدة الدفاع عن الجزيرة ما زالت التوترات متصاعدة بين بكين وتايوان وسط منورات عسكرية بالجزيرة مع دخول واشنطن على خط الأزمة مما زاد من تفاقم الأوضاع نعرض بوشيدا تفاوض الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية حول أي اتفاقية ذات دلالات سيادية وطبيعة رسمية نحط الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الوحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة بإجراءات ملموسة لن تنجح أي محاولة العرقالة إعادة وحدة الصين من خلال اللعب بورقة تايوان كما نود أن نحذر سلطات الحزب الديمقراطية الدقدمية الطيوانية من التواطئ تحت غطاء التعاون الاقتصادي مع قوى خارجية على حساب مصلحة سكان تايوان والسعي وراء المصلحة الذاتية للحزب سنحاسبهم على مثل هذه الإجراءات زادت الأوضاع تعقيدا أيضا بعد زيارة الألمان الأخيرة لتايوان مع تزام ألمانيا انتهاج استراتيجية أكثر صرامة تجاه الصين تعكس عقلية الحرب الباردة وذلك بالتزامن مع تعقب وزارة الدفاع الوطني التيوانية إحدى عشرة طائرة عسكرية صينية وثلاثة سفن بحرية حول تايوان يأتي ذلك في وقت رجح فيه مركز أبحاث أمريكي فشل أي هجوم صيني محتمل على تايوان في حال قررت الولايات المتحدة الدفاع عن الجزيرة مع كلفة هائلة ستتكبدها القوات الأمريكية ووفقا لخبراء عسكريين خلال اجتماع نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية للقيام بمحاكاة الحرب فإن كل طرف متورط بشكل مباشر في مثل هذا الصراع سيتكبد خسائر هائلة سواء كانت الولايات المتحدة أو الصين أو تايوان أو اليابان واختبرت المحاكاة 24 سيناريو مختلفا يتضمن كل منها محاولات الصين السيطرة على تايوان بالقوة بحلول عام 2026 وبحسب خبراء الأمن في معهد ماساتشو سيتس للتكنولوجيا MIT فإنه ليس لدى الصين أي فرصة تذكر للنجاح وتحقيق أهدافها العملياتية أو احتلال تايبيه عاصمة تايوان الأيام المقبلة ستحجد بتأكيد ما ستسفر عنه هذه المواجهات غير المباشرة السادسة متوصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها أوكرانيا تعلن قدرتها على الانتصار في الحرب خلال عام وذلك حال تزويدها بصواريخ غربية بعيدة المدى في الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن الرئيس فلاديمير كوتين منفتح على إجراء محادثات بشأن أوكرانيا أكد الكريملين أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا وذلك بالوسائل السياسية والديبلوماسية مشددا في الوقت ذاته على أن مواقف أوكرانيا والغرب لا تسمح بإجراء محادثات بشأن أوكرانيا في هذا الوقت كما دعا الكريملين إلى عدم التصرع في إعلان الانتصار في مدينة سوليدار لستراتيجية شرق أوكرانيا أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي النيتو عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز حماية بنا تحتية أساسية بالقارة الأوروبية في مواجهة التهديدات الروسية وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين قالت إن مجموعة العمل ستجمع كبراء من الاتحاد الأوروبي والنيتو للدراسة مكامن الضعف في بنا تحتية رئيسية بالاتحاد ووضع توصيات حول سبل تعزيز حمايتها وكان النيتو قد عزت بالفعل من انتشاره البحري في المنطقة عقب الهجمات على خطوط أنبيب نوردستريم قال وزير الخارجية السويدي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لعملية عسكرية طويلة في أوكرانيا أضاف وزير الخارجية السويدي أن الاتحاد مستمر في دعم كييف في مواجهة العملية الروسية مهما طال الأمر مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية بعدما أقرت كتل المكون من 27 دولة 9 حزم من العقوبات منذ بدء العملية العسكرية في فبراير الماضي قالت الرئاسة الأوكرانية إنها قادرة على الانتصار في المواجهة العسكرية مع روسيا هذا العام في حال زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة خصوصا منظومات صواريخ بعيدة المدى وأوضح ميخايلو بودوليك مستشار الرئيس الأوكراني أن الصواريخ التي يزيد مداها على 100 كم فقط هي التي ستتيح لكييف تسريع عملية استعادة الأراضي مضيفا أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول خريف على أبعد تقدير كما شدد مستشار الرئيس الأوكراني على أنه لن يتم مهاجمة الأراضي الروسية بهذه الأسلحة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرديش ويدو قم بإدراء تعينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أشرت الدفاع الروسية إلى أنه تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة بالإضافة إلى عدد من نوابه أوضحت الدفاع الروسية أن التعينات الجديدة ترتبط برفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة وبتوسيع نطاق المهام والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة فضلا عن تحسين عمليات الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات اشتركوا في القناة اعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسي تاتيانا موسكالكوفا عن اتفاق جديد لمبادلة الأسرة بين روسيا وأوكرانيا يشمل أربعين أسير حرب جاء الاتفاق عقب اجتماعا للمسؤولة الروسية مع نظيرها الأوكرانية كما تطرق الاجتماع أيضا لملف المساعدات الإنسانية لمواطني كل من روسيا وأوكرانيا كذلك مسألة إنشاء ممر إنساني ووضع الأطفال الذين فروا من الحرب أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المعارك ضد القوات الأوكرانية لا تزال متواصلة في مدينة سوليدار شقية أوكرانيا أوضحت الوزارة في بيان لها أن القوات الجوية الروسية تضرب معاقل القوات الأوكرانية في المدينة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وحدات هجومية تقاتل في المدينة سوليدار التي تشكل نقطة انطلاق للسيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية شرقية أوكرانيا تشهد معارك طاحنة بين الجيش الروسي والأوكراني ومع تكبد قوات الطرفين خسائر فادحة في بعض من أشرس المعارك منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو 11 شهرا أعلنت مصادر أن الجيش الروسي بات يسيطر على المدينة وأن المعارك تدور حاليا في بعض الجيوب داخل المدينة وأطرافها وتقع باخموت على خط إمداد استراتيجيا بين منطقتين دونسك ولوهانسك التي تتألف منهما دونباس أهم منطقة صناعية في أوكرانيا ومن شان السيطرة على باخموت منح روسيا منطلقا للتقدم نحو مدينتين كبريين هما كراماتوريسك وسلوفيانسك شرقية أوكرانيا وتعطيل خطوط التواصل الأوكرانية السيطرة على سوريدر ليست نهاية المطاف إذ تحجد القوات الروسية كامل قواتها لمواصلة المعارك مع تواصل الدعم الغربي العسكري لا محدود لأوكرانيا الأمر الذي ينذر باستمرار المعارك لشهور أخرى واستبعاد أي محادثات سلام تنهي الحرب المستمرة منذ الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي موسيقى 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 أجرى الجيش الأوكراني مناورات في منطقة النهر الشمالي الغربي بالقرب من حدود بيلاروسيا وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروسيا توترات متصاعدة على هامش دعم منسق للعملية العسكرية الروسية كذلك سقوط صاروخ أوكرانية بالأراجي بيلاروسيا خلال الأسبوع الماضية موسيقى 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 حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري مدفوعا بضعف النمو في دميع الاقتصادات الكبرى في العالم والولايات المتحدة وأوروبا والصين قال البنك في تقرير سنوي إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7% فقط مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3% بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا وإذا ثبتت دقة هذه توقعات فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي هو الأضعف الثالث في سلاسة عقود بعد الرقود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ورقود الناجم عن بائحة بيروس كورونا لعام 2020 دعا تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي عن المخاطر العالمي للعام الحالي إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف مواجهة تبعات الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية هذا التقرير الذي نشر قبل خمسة أيام من انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى في مدينة داووس قال إن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم تشكل الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين وذكر أيضا هذا التقرير أن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كورونا قد يتسبب بحدوث توترات شديدة في مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى الدخول تحت خط الفقر وهو الخطر الذي يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية أو حتى النزاعات كما توقع تقرير استمرار مخاطر الضوط على إمدادات الطاقة والغداء خلال العامين المقبلين والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن تقاعد القانونية إلى 64 عاما بحلول 2030 بدلا من 62 حاليا وصرح الأمين العام للتحاد النقابات العملية لورون برجي عن أمله في حشد قوي لكي تتراجع الحكومة حركة التفاف خطيرة لجأت إليها الحكومة الفرنسية يقول خبراء إنها نذير بانتهاء عصر الوفرة وتؤكد أن الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة قد تجبر الحكومات على اتخاذ تدابير قاسية فقد قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مشروع قانون ينص على زيادة تدريجية في سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030 واستشهدت بورن بجيرانها الأوروبيين معلنة أن قانونها خيار وحيد اتخذته جميع دول الجوار ولا سيما أن هناك تلويحا بتمرير القانون طبقا لمادة دستورية تخول الحكومة إقرار قانون بغير تصويت عليه إذا شابت دولة جمود برلماني أو حصل انقسام كما هو الحال محللون سياسيون فسروا القانون بأنه طريق مختصر وملتو هدفه الوصول إلى مئات المليارات من اليورو من صناديق معاشات مختلفة تحت مزاعم كلمة الإصلاح لتعويض الدعم الذي تقدمه فرنسا لأوكرانيا وتدعيات أزمة الطاقة مما يعطي الدولة سنوات تتمتع فيها بأكبر قدر من السيولة لحين حل الأزمة الأوكرانية وعلى الفور ضرب النفير شبح السطرات الصفراء الذي يؤرق الحكومة الفرنسية ودعت النقابات الثماني الرئيسية إلى التعبئة يوم التاسع عشر من يناير بداية لتصعيد وتظاهرات احتجاجا على أهم الإصلاحات التي سمها البعض وحشية ودعا لها ماكرون في فترة ولاياته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان إلا أن الحكومة ما زالت تبحث إجراءات قد تؤدي للتهديئة إلا أن التساؤل الإنساني الذي طرحته العامة في فرنسا يظل هو الأخطر وربما هو من يقود كل هذا حين تساءل هل من المفترض أن ينخلط الإنسان في وظيفة مهلكة حتى نهاية العالم فمتى إذن يتسنى له العيش دون ضغوط أودت العواصف المتعقبة والأمطار الغزيرة في كاليفورنيا بحياة 17 شخصا وفقدان الطفل مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين في انقطاع الطيار الكهربائي على نطاق واسع والكثير من الفيضانات واقتلع الأشجار وقطع الطرق الرئيسية وقد أعلن مكتب الحاكم في بيان له أن العواصف المتكررة التي اكتحت الولاية في غرب الولايات المتحدة قد تسببت في مقتل 17 من سكان كاليفورنيا وذلك في الأسابيع الأخيرة في حصيلة أعلى من حرائق الغابات خلال العامين الماضيين وقال حاكم الولايات أن 34 ألف شخص على الأقل قد طلب منهم مغادرة منازلهم حفاظا على حياتهم عواصف وحرائق غابات وأعاصير وموجات جفاف كلها كوارث طبيعية مرتبطة بالتغيرات المناخية ضربت الولايات المتحدة خلال عام 2022 الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أوضحت أن البلاد شهدت 18 كارثة جوية خلال هذا العام إذ إن إعصار إيان كان الأكثر كلفة على الولايات المتحدة وأصفر عن خسائر بلغت قيمتها 113 مليار دولار إدارة المحيطات والغلاف الجوي أكدت أن تغير المناخ يتسبب في حدوث المزيد من الظواهر الشديدة التي تسبب أضرارا كبيرة وغالبا ما تؤدي إلى أخطار متلاحقة مثل جفاف شديد وحرائق غابات مدمرة وفيضانات وانزلاقات للطربة بشكل خطير ومع خسائر بلغت 165 مليار دولار احتل عام 2022 المرتبة الثالثة في التكاليف الإجمالية للكوارث المناخية بعد عام 2017 الذي شهد إعصاري هارفي وإرما والعام 2005 الذي شهد الإعصار كاترينا تقرير لإدارة المحيطات والغلاف الجوي أكد أن هذه الأرقام لا تعكس الكلفة الإيمالية للكوارث المناخية في الولايات المتحدة العام الماضي بل تعكس فقط تلك المتبطة بالكوارث الكبرى التي تسببت كل منها في أضرار تزيد عن مليار دولار تحركات الإدارة الأمريكية في ملف التغيرات المناخية لم توفر الطمأنينة اللازمة لمواطنيها لضمان مرور العام الجديد 2023 دون كوارث كبرى ليبقى المواطن الأمريكي متخوفا من تغيرات مناخية لم تستقر بعد قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب وضع كمامات خلال رحلات طويلة وذلك في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا وذكر مسؤول المنظمة أنه تم اكتشاف عدد صغير ولكن متزايد من الإصابات بالمتحور الجديد في أوروبا مؤكدا أن المتحور الجديد الأسرع نقلا للعدوى من السلالة أو مايكرو اعتبرت الصين أن الإجراءات التي اتخذتها ضد كل من كوريا الجنوبية واليابان بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا معقولة أعلنت سفارتي الصين في سول وتاكيو تعليق إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين إلى الصين والتي تشترط تقديم نتائج فحص سلبية من الوافدين من جميع البلدان حيث دفعت العديد من وسائل الإعلام الصيني عن هذه الإجراءات مشيرة إلى أنها تمثل ردا مباشرا ومعقولا لحماية مصالح بكين المشروعة عقب فرض كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أخرى في بداية العام لشروط تقديم نتيجة فحص سلبية لمرض كوفيد-19 للوافدين من الصين أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رسميا الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم لشرق المتوسط وذلك في مؤتمر صحفي مختلط استضافته قادة المنظمة وانضمت إليه نساء ناديات من سرطان عنق الرحم فضلا عن عدد من المناصرات اللواتي وحربنا المرض ومتحدثين رفيعي المستوى تستند هذه الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم لشرق المتوسط إلى الاستراتيجية العالمية لتسريع وثيرة التخلص من سرطان عنق الرحم بوصفه إحدى مشكلات الصحة العامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة عام 2020 تمت الموافقة على الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية هنا في شرق المتوسط لذلك من اللازم تطبيقها على الفور وتتماشى مع الاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان العنق الرحمي التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية وهتان لسنتان تتحركان بالتوازي حتى نهاية القرن ودعونا لننسى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومن ضمنها قطاع الصحة ونأمل بأن نكون قد قضينا أنزاك على سرطان العنق الرحمي في العديد من البلاد الهدف الأساسي من استراتيجية هي استراتيجية الإقليمية لمكافحة سرطان العنق الرحم عند المرأة اللي هو نحن اليوم استفدنا يعني أو استغلينا فرصة أنه شهر يناير هو شهر العالمي لمكافحة سرطان العنق الرحم أو سورفيك الكانسر لإطلاق هذه الاستراتيجية الإقليمية اللي هي أورادي تعرضت باللجنة الإقليمية الاجتماع اللي صار عنا بأكتوبر وكل الدول دعمتها ووافقت عليها وهيدا الشي بيسهل بالنسبة لنا بيسهل إدخال هذه الاستراتيجية في الدول اللي عنا الدول الأعضاء لو اكتشفتي واتكلمتي هتساعدي ستات كتير جدا أنه هم كمان يعرفوا مشاركة التجربة هتخلي أختك بنت خالتك بنت عمتك كلهم يفهموا الوضع أكتر ويروحوا يعملوا مسحة عنق الرحم وكمان يسألوا على التطعيم أكيد نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان مفوضية مكافحة التمييز وذلك في إطار الفعليات التي تنظمها التنصيقية بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناول الصالون مناقشة عدة محاور منها الأثر النفسي على الشخص الذي يتعرض للتمييز بالإضافة إلى تربية النشأ على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر كما ناقش الصالون جهود مصر في مكافحة التمييز وكذلك دور الإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة مكافحة التمييز وزعت مؤسسة مصر الخير أحد تيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزعت نحو 5386 من الوجبات السخنة بعدد من محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار حملة الشتاء دافئ للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عدد من المحافظات شهدت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطة في قرية دمرو التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية توقيع الكشف الطبية على 1286 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان كما شهدت القافلة مشاركة تقلية الزراعة بزراعة 50 شجرة مثمرة لزراعتها بقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة بالإضافة إلى توزيع عدد 250 كتابا للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقرية إلى جانب تنظيم محاضرات عن منهضة العنف ضد المرأة ومحو أمية 65 مواطن وبالإضافة إلى محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ وصلت القافلة الطبية بمركز الفتح بأسيوت أعمالها لليوم الثاني على التوالي القافلة أطلقتها مدرية الصحة بالمحافظة بدأت القافلة أعمالها بالأمس بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت القافلة الطبية عدة تخصصات كما ضمت معامل تحليل وأشعة وتحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات مرضية منها لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية والآن نتحول إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة والتفاصيل مع رجاء رمزي تفضل رجاء شكرا إليك الهام شكرا رهام مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وآياكم في هذه الوقفة الاقتصادية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لذلك لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة وخلال الاتماع شار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة الحكومة العمل على الدعم وتشجيع القطاعات الانتاجية بالإضافة إلى تعزيز الانتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوي لسيما قطاعية الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة وزيادة القدرات على مواجهة تدعية الأزمات العالمية من جانبه شدد رئيس اتحاد الصناعات على أن المبادرة تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذه على الفور وأوضح مدبولي أنه سيتم تطبيق المبادرة فورا الموافقة عليها من مجلس الوزراء وذلك في اجتماعه الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء فيه على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصري كشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري وذلك خلال السنوات المقبلة والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% العام المالي 22-23 ليصل إلى 5.9 عام 2027 فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% العام المالي حالي وفاصل 7% خلال حتى العام 2027 كما توقع الصندوق تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 88.3% في العام المالي الحالي و77.9% حتى العام 2027 فيما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% هذا العام و28% في العام المالي 2026-2027 أكد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمتي في الدخل القومي وذلك في ضوء استراتيجية متكاملة هي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة وأضف وزير البترول خلال مشاركتي في إحدى جلسات مؤتمر التعدين الدولي الثاني بالسعودية نمصر نجحت بالفعل في جذب العديد من شركات التعدين العالمية للعمل في تطوير قطاع التعدين مشيرا إلى أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لكافة أوجه منظومة التعدين في مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومن ثم تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية كما أن قطاع التعدين مستمر في عمليات التطوير ويسعى لجذب المزيد من شركات التعدين العالمية خلال هذا العام اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق سامر ربيع مع نائبه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية ميراء ريزينك خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس وذلك من ببنى الارشاد بالاسماعلي وخلال اللقاء أعرب الفريق سامر ربيع عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي انعكاسا لعلاقات التعاون المشترك الممتدة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشكل قناة السويس أحد عائمها الأساسية انطلاقا من دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية في ختام لقاء أهداء الفريق سامر ربيع هدية تذكارية إلى نائبة مساعد وزيرة خارجية الأمريكية وإلى البرصة المصرية مشاهدين التي أنهت تعاملات الجلسة بارتفاع للمؤشر باستثناء مؤشر EGX70 وسط تداولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تقريبا 1 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت فاصل 42 في المئة ليغلق عند مستوى 15528 نقطة فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة بلغت فاصل 17 في المئة ليغلق عند مستوى 2809 نقاط فيما صعد مؤشر EGX100 بنسبة بلغت فاصل 34 في المئة ليغلق عند مستوى 4227 نقطة وإلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط واستزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكي والضبابية الاقتصادية عالميا بالإضافة إلى عادة الصين فتحة اقتصادها وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة بلغت 0.7 بي المئة وذلك ليصل إلى مستوى 80 دولار و63 سنة للبرميل فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الامريكي بنسبة بلغت 0.6 بي المئة ليغلق عند مستوى 75 دولار 53 سنة للبرميل كذلك صعدت أسعار المزوط عالميا بنسبة بلغت 2.8 بي المئة ليغلق أو تصل عند مستوى 3 دولارات 22 سنة للتر فيما صعدت أسعار الغاز بنسبة بلغت 2.74 في المئة لتسجل 3 دولارات و7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت مؤشرات الأسهم الخالجية كانت أسهم البنوك الأكثر تضرراً في الأسواق فيما تراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة بلغت 0.2 بي المئة متأثراً بأسهم القطاع المالي وانخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.7 بي المئة كما خسر مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 0.5 بي المئة فيما تراجع أيضاً المؤشر القطري بنسبة بلغت 1.3 بي المئة مشاهديني نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجدداً إلى إلهام ورهام إليكم شكراً رجائي وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة وإليكم تذكرة بأهم العنوين الرئيس السيسي يوجه بتعزيز بهو لتطوير قطاع الطيران المدني ويطالع على الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الحية الحالية الحكومة تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة مليار ونصف مليار دولار من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري استناف حركة الطيران الداخلي في المولايات المتحدة والبيت الأبيض يستبعد حدوث هجوم إلكتروني وصلنا إلى ختام نشرة السادس على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء